We can measure temperature by using thermometer نقدر نقيس temperature أو درجة الحرارة عن طريق جهاز اسمه thermometer يبقى بنقيس temperature بالجهاز اللي اسمه thermometer The unit of measuring temperature is silesius طب بنقيس بقى in which unit بأنهي unit بالسنتيمتر مثلاً ولا بالكيلو جرام ولا بايه اليونت of measuring temperature هي السيليزيس زي ما السنتيمتر والميتر unit of measuring length والكيلو جرام مثلاً unit of measuring weight الأول unit of measuring time فالسيليزيس هي unit of measuring temperature The normal human temperature is 37 37 degree أو سيليزيس درجة الحرارة واحنا عاديين مش تعبانين 37 لو حد بقى تعبان ودرجة حرارة مرتفعة شوية تبقى more than 37 يبقى normal human temperature 37 The following temperature recorded in one city during six consecutive days as full الستي يام Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday On Saturday درجة حركة 30, Sunday 29, Monday 32, Tuesday 39, Wednesday 36, Thursday 31 بيسأل بقى بيقول لي the day was temperature is the highest أعلى temperature عندي 39 كانت فين? On Tuesday هنا بيسألني عن الday بيقول لي the day طب ما حدش يكتب 39 أعلى درجة حرارة كانت 39 بس إمتى? الday كان Tuesday طب هنا بقى بيقول لي the highest temperature هنا بيسأل عن temperature مش عن اليوم أعلى درجة حرارة كانت 39 أوكي؟ لما يقول لي the highest temperature معنى هو بيسأل عن ال temperature الهي 39 إنما لما يسألني the highest temperature in which day في أنهي يوم يبقى لازم أكتب Tuesday عشان ما نتعبش نفسنا نكتب الاثنين نكتب Tuesday و39 أوكي؟ سواء بيسأل عن الday أو بيسأل عن ال temperature طب number two هنا بيسألني the day was temperature is lowest أقل temperature عندي كانت 29 إمتى? on Sunday يبقى لو هنكتب نكتب الاثنين نكتب Sunday ونكتب 29 هنا بيسألني بقى بيقول لي the lowest temperature طبعا قلنا 29 يبقى أقل لدرجة حرارة كانت 29 إمتى? in which day? كانت on Sunday يبقى سواء سأل كده أو سأل كده هنكتب الاثنين علشان ما نلغبطش هنكتب اليوم وهنكتب درجة الحرارة the following temperature recorded in five cities كايرو، أليكزاندري، أسوان، بورسعيد، سويس في عندي درجة الحرارة بتتقاس مرتين في اليوم مرة الظهر لما الشمس بتبقى موجودة الدنيا بتبقى حر فبتبقى درجة الحرارة عالية بيبقى اسمها higher temperature درجة الحرارة العظمة higher temperature درجة الحرارة العظمة دي بتبقى إمتى؟ لما الشمس بتبقى موجودة وتبقى الدنيا حر lower temperature دي درجة الحرارة اللي بتتقاس بالليل ساعة 12 بالليل كده بتبقى الدنيا ابتدت تبقى برد هنا بيقول لي اعلى درجة حرارة من ايه؟ من الهير اللي هما اللي في الفرست طبعا اعلى درجة حرارة كانت 26 انا لسا واكلم عن الهير درجة الحرارة العظمى اللي هي بتتقس امتى بالنهار اقل درجة حرارة في الهير 22 ولا 21 ولا 26 ولا 21 ولا 23 طبعا 21 يبقى نعيني على الهير اللي هو بيقول لي اقل درجة حرارة من الهير طبعا هنا بقى بيقول لي فين الهير الكولم من الثاني او اخر الكولم من اللي هو اعلى بقى اللي هو بيقول لي اعلى درجة حرارة من ضمن 5 temperature دول اعلى حاجة طبعا 16 لو سألني عن الستي هتبقى بورسعيد طبعا 10 طبعا 10 هبص على الـ 11 والـ 12 والـ 11 والـ 16 والـ 11 اقل تنبريتشر عندي هي 11 اللي في كايرو السوان والسويس اوكي طب the city of highest higher temperature هنا بيسألني عن السيتي اللي هي فيها highest higher temperature فين الhigher temperature 22, 21, 26, 21, 23 اعلى حاجة فيهم لنه هو بيسأل عن الهيست هي 26 هنا بقى عايز اجيب الـ city يبقى the city of highest higher temperature هي أسوان high temperature معناها it's hot يعني درجة الحرارة بتبقى عالية يبقى كلمة high temperature ودي لو درجة حرارة ازيد من 30 مثلا بيبقى في الصيف او درجة الحرارة بتبقى عالية يبقى high temperature لما بيقول لي high temperature ده معناها ان ايه it's hot ان الدنيا حار لو more than 30 طب low temperature درجة الحرارة الوليلة معناها ان الدنيا it's cold يبقى ده فين في الشتاء يبقى high temperature it's hot معناها ان درجة الحرارة عالية او في الحر او في الصيف الكلام ده وطبعا low temperature معناها ان it's cold الكلام ده فين the winter يعني في الشتاء